موسيقى 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 تولى في الصفقة هاي سيف زمان ما سمعت انت من اول الناس اللي سمعوا هاي الصفقة هذا محمد العواضي اشيالله حيالله سيف كيف حالك حمد لله شيف حالك من زمان ما شفناك نعم مشغول بالله بزي شوية بس ممش اكثر عن كتاب انت مشغول ويد اخر فترة تقولي بايك و بايك و امرعيك المكتب و ها و لا سوا عمري مشغول انا عفتي بس التمثيل اشوف ما شاء الله في مور ويد غيرت ما شاء الله عندك في بروغرس في امور حضورك انشطك النشاط الصباحي انا قبل ما شوفك انت في الجم الصبح هالشي هذا قمت اشوفها ريسنا كل يوم اخرى كل يوم هاي يوم لا هاي يوم لا خبرني من اكثر الامور اللي قمت اخر فترة اي بليف انت وهو ان كل ما انت عطيت شعور لجسمك ان انت لازم تتنشط كل ما انت عطيت شعور لعقلك بان انت نشيط وبالتالي انشط عقلي بالرياضة و انشط عقلي ايضا في القراءة ابدأ ان اخلق لي عادات يومية هي اللي خلتني نشيط ولا بدون هذه الامور ما بقدر انا اتحرك كل يوم ولا بتشوفني اتكن بهذه الطريقة ولا بتشوفني افكر بهذه الطريقة فالرياضة يعني واحدة من اكثر الامور اللي غيرت لي من حياتي يعني بشكل كبير انا لاحظت يا اخي اكثر الناس اللي يمرسون المهام اللي هي سواء كانت ريادة اعمال او فن اي شي فيه متطلب ابداعي ولازم يفكر بطريقة مختلفة يمرسون الرياضة صح انا لا اشوف انه يوم انت تقول خاطرك تسوي رياضة وانت تعجل رياضة هذه اللي خلنا نقولها في الليل تبدأت تشعر بالتعنيب الضمير الصبح ان انا ما انجست بس تعرف ان يوم تسير الصبح تنجز الرياضة تقرأ لك كتاب تأكل لك شئين فبتالي انت تعطي مؤشرات ورسائل لجسمك والعقلك بان انا انجست الان انا فاضي هذا اللي عسوي اول الصبح اول الصبح انا جربت هذا الشيء هذا فترة سبحان الله حد يناسب وحد لا يناسب انا جربت فترة اني اتمارن الصبح وكان عندي هذا الفكر مثل ما اتفضلت ان انا يكون خلاص اكون هذا الشيء هذا محامد محمد شستوه في الاضاءة اكمل زين من عيني انا اظنين من الصبح اقول الاضاءة تعبتني محمد المهم كم تشو اقول لك سيف اقول لك اسوي الرياضة اول الصبح واقول عساب يكون باقي اليوم لي لكن شو اللي يستوعق بفترة طويلة انا اللي يسويها شوية هاي انتنسيتي فايا انا على نص اليوم ساعة 12 واحدة شفت الليت هذا كيف تستولى الدم انا تشي طاغتي في ناس العكس في ناس سبحان الله هالرياضة الصبح تنشطة وتخليش المكينة شغالة لين نهايت اليوم انا ما يناسبني هالموضوع اول الصبح يكون شي بسيط جدا اوديوبوك مشي اضع الانكلاين بسيط يعني 2 او 3 ومشي على سرعة بسيطة هذا يعطيني صفات بس ما اقدر اسوي التمارين والرياضة وبوش اوبس وأوزان وهذا ما يناسب هذا اسوي في فترة المساء يناسبني اكثر شوف صديقي انا اللي اؤمن فيه بأن نحنا يوم نكبر في العمر اكثرتين هواي ضغوطات نفسية فبالتالي شفت ان افضل شي تسوي عشان انت تقدر تركز في حياتك اكثر وهي الرياضة البدنية فبالتالي لهذا السبب ان انا انجزها الصبح عشان ما احس ان انا عندي فراغ يومي ما احس ان انا انجزت ما احس ان انا وصلت لمرحلة مثلا من حياتي لا يوجد شيء جديد وبالتالي تسوي لي الصبح من اكثر الامور التي تجعلنا في حياتي الرياضة تشوف حتى لو تلاحظ انا كل يوم يومين ان ازل في الانستغرام اذهب الى الجم لان كثير من الناس يعانون من مرحلة الاكتئاب ويعانون من مشاكل نفسية ويعانون من مشاكل جسدية وبالتالي يوم يرى الشخص دائما يتابعه يجب ان اذهب الى الجم يوميا فهذا ايضا محفز مثلا يرى شيخ حمدان محمد دائما يصور لك انه في الجم هذه رسالة ماذا للشباب يجب ان تذهب الى الجم يجب ان تذهب الى الجم وبالتالي اقول لك انا بدأت اذهب الى الجم واركز على هذه الامور صدقني نجاحاتي زادت في شركات مشاريع فلوس الى اخرى والله الناس تستهين في هذا الموضوع لماذا ساير الجم على سابنين اعضل انا ساير الجم على سابنين امرن جسمي واراوي ان انا انسان ملتزم اعطني شخصيا واحد منهم سير الجم واحد منهم ما سير الجم واثنينتهم بنفس الذكاء واثنينتهم عندهم شي بيعون حقي انا بشترم منهم من يسير الجم ليش لان هذا ملتزم هذا دائما يروح للجم اما هذا كواحد خلنا نقوله ولم يتموا بليد الى اخر لا لا بقول هذا جسديا شكليا فانا اشوف كتاب الانسان كتاب الشاب كأول شيء كصورة هل هو مهتم في نفسه وجسمه ولا لا بعدين انتقل الامور الثانية العقلية بعد ما يتكلم يتضح الامور الباقية لذلك يجب أن يسير الجم صحيح ان هذه قاعدة لا تسري على الكل ولكن بشكل عام الشخص الذي عنده التزام للرياضة مثل ما تفضلت خل المتن والضعف معضل ما معضل رشيق وغيره هذا خل كله على صوت الكميتمنت التزامك انت بسير الجم هذا ينعكس مليون بالمئة على التزامك في الاتخار التزامك في عملك التزامك في شركتك التزامك في حياتك الأسرية سبحان الله لان انت عندك الكميتمنت يكون خلاص هذا جزء من يومك فدائما انا اقول فعلا الشخص الرياضي التزامه مختلف عن الشخص الغير رياضي لأن هذا مجتمع اليوم سيف ينشك اليوم الصبح ملتزم بالرياضة وتصور تصدق حينها هذا الكلام سبحان الله كنا ننخشى بعد قبل سيف فحد من الناس يشوف هذا الموضوع يقول يا أخي ذبحنا كل يوم ستتمرن ستتمرن أنا وجهة نظري في الموضوع خاصة للناس المؤثرين اليوم سيف عنده فولورز عنده ناس يشوفونه يا أخي شو أحسن من أني أنا أبتدي أعلم يا أخي شيء يمكن يتأثر يمكن هذا عشرين مقالة ولا عشرين كتاب يقرأ ما يتأثر مثل ما يوم يشوف شخص عايب أنه يحب الأمور اللي هو يسويها يأثر عليه بفيديو واحد أو فيديو باستمرار يحطك اليوم مثل ما تفضلت شيخ حمدان اليوم شيخ حمدان معظم الرياضات اللي يمارسها الشيخ حمدان ويعرضها على الناس العامة خاصة نحن الشباب وأنا أولهم نحن نتأثر نتأثر لأننا نعرف وما سيسوي إلا الزين دعنا نسوي وهذا شيء أعتقد مبعيب مبعيب خبرني حين يومك تغير سيف أتوقع حياتك تغيرت حياتك تغيرت أنا أبا سيف يأخذني في يوم أنا أعرف سيف قبل ما كان هذا السيستم كان موظف في وظيف عنده أفكار عنده أمور الحين الحمد لله فضل الله سبحانه أنا ثم جهودك وإجتهادك الذي أنت حطيته في هذا الموضوع طلعت من التخطيط دومة شخ بطنطة على دفتر نعم حسن حين استمتل الموضوع هذا واقع أنا حين أبا أعرف يوم سيف كيف حسن شوف النقطة المفصلية التي حصلت لي قبل كيوم كنت أبقى نش من النوم ولم يكن أبقى نش من النوم كنت أبقى نايم كنت أحب يومي بها الكثرة اليوم قمت أنا أركض وأنا نايم لكي أقوم النوم قمت أناش بكل طاقة بكل حب قمت أحب حياتي قمت أحب يومي ليش؟ لأن قمت أسوي الأشياء اللي أنا أحبها That's it يوم أنت اليوم تسوي شيء اللي أنت تحبه أنت بتحب حياتك بشكل ما تتصوره متى وكيف عرفت هذا الشيء عرفت يوم بديت أنا أبحث عن من هو سيف شو هي رسالته شو هي رحلته ما طلعت بيوم الليلة طلعت لسنوات كثيرة شوف يوم من الأيام أنت بتقول أنا عندي فترات مرات في حياتي كانت ويت سيئة ويت صعبة بس بعد سبع سنوات ثمان سنوات بتقول الحمد لله الله سوى لي كل هذه الأمور عشان أوصل من ما أنا الحين فبالتالي وصلت للشيء اللي أنا أحبه وهو اكتشفت أني أنا أحب وائد التعليم اكتشفت أني أنا وائد أحب العطاء طلعنا كثر ما أنا أعطي كثر ما أنا أحصل ما كنت أتوقع بأن العطاء قوتة جدا كبيرة لدرجة أن تغير من شخصيتك ومن حياتك بشكل كبير العطاء ليش أنا اليوم تشوفني ياس أعطي بدون مقابل أنا أعطي بدون مقابل بمعنى الكلمة وأفتخر بهذا الشيء السبب السبب يوم تحصل إنسان حياة تغيرت أنت تستانس أنا لا أتكلم منها حتى مادياً لا أتكلم منها حتى أنا بساعد شخص مثلا مادياً أنا أشوف اليوم أفضل شيء أنك تنقل اليوم معلومة توضح للإنسان كيف يقدر يعيش كيف ينظم من أموره يدعي لك بدعوه بسيطة يوم يشوفه كيف راح يقول سيف سيف أنا أنا وائد أتابعك يعني من أكثر الناس اللي أنا أفتخر فيهم وأنا أكون مثلهم أنا أقول أنا أنت من صرقك والله العظيم لا تتوقع لا تتوقع لا تتوقع لا تتوقع ولكن قلت أن هذا أفضل شيء أفعل وبالتالي أركض كل يوم عشان أن أفعل هذا الشيء كل يوم تشوفني أنا أعطي 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 ليس عشان شيء عشان أنه طلع سبب رئيسي للحياة هو الناس للناس أنت لازم تعطي عشان تقدر تحصل بعدين لا تخلي كل شيء عندك لا تشوف أنت الحين تقوم به هذا البودكاست أنت تنقل معرفة للناس في يوم من الأيام وان دي يولهتت يعني توصل للمكان اللي أنت تتبعه في يوم من الأيام فبالتالي خلال آخر سنتين ما أعرف كيف تأسس كل هذه الشركات أنا ما أذكر ولكن اللي أذكرها هو أن الموضوع كان عبارة عن التزام تحمل مسؤولية تحمل مسؤولية حب ودائما كنت أقول يعني في جملة معينة أنا وصديقي الصدوق الشاكيب كنت دائما أقولها دائما نحصل الحل لأي مشكلة تصير في هذا الدنيا وبالتالي الحياة عبارة عن مشاكل عبارة عن حلول أنت تطلعها وتمشي للحياة لهذا السبب قمت أنا أقوم بالنوم بهذا الشغل حلو حلو زين تبتدي أنت الصبح رياضة بعدين بعد الرياضة يطول العمر أسير للشركة أمر على الشركة من الشركات أشوف كيف الشغل يصير أخذ بريك أنا أخطط قبل أن أصير الشركة الفلانية أو أمر الشركة لا أرى أنا اختلاف عندي الموضوع تذكر قبل كنت أقول دائما start with why الآن غيرت من start with i طلع لي كون سب تديد في الحياة شو هو find the who find the who هذه أيضا نقطة حصلتها من صديق الصدوق الذي يرسه هناك في كتاب معين يتكلم عن find the who حصل على الشخص الذي ينفد لك الذي أنت تبعه حصل على الشخص الذي لديه خبرة في هذا المجال هو الذي يحل لك كل هذه الأمور لماذا أنت تعود رأسك لماذا أنت تتم تدخل ديب لأن اليوم لا يوجد وقت بقى لك كم من سنة من حياتك ومن طاقتك لماذا أنت تعب نفسك خلاص واحد خبير في التسويق ابحث عنه واحد خبير في المبيعات ابحث عنه واحد خبير في المالية ابحث عنه هو اللي بيوصلك للمكان لنت تتبعه أنت اليوم ما تقدر توصل لأماكن كثيرة من العملاء فان ذا هو ابحث عن الشخص اللي يقدر يوصلك لهذا المكان فعم بديت أبحث عن هذين الناس وهو شو أني أكمل أكون فريق أكون فريق واللي هو الأساس في أي شيء بالضبط أنا كنت قبل أشتغل بروحي قلت ليش أشتغل بروحي؟ ليش أنا أعطي من وقتي؟ خلاص يا أخي أنا أخلي أنا أخلي الناس هي اللي تشتغل والناس هم اللي يبحثون لي عن الأمور هذي وهم يطلعون الفلوس ليش أنا سأتحب وبالتالي جدولي أصبح مش عندي جدولي أصبح عند مديرة المكتب عندي هي تقول لي تعال سيف اليوم جدولك واحد اثنين ثلاث اربعة هذا بالنسبة للعمل فقط أخلص شغلي أقوم خلاص أيها فري تايم أسوي في الأنابة ما كانت هواياتي وان أسير وان أرد أقرأ طبعا تقريبا بعد يوميا أقرأ ويوميا أحاول أن أخص الساعة ساعة ونص أرد على الناس في الإنستغرام أرد على استرساراتهم شو عندهم احتياجات إلى آخر وأحاول أن أتسمع عائلتي حاليا طبعا أنا مقصر بسبب أن تعرف يوم تنشئ مشاريع تجارية أول فترة شوي يكون عندك بخط فبالتالي أحاول أحط خطة ليس لنس قبل قبل كنت أحط خطة لمدة ستناس سنوات بنفذها الآن لا أغيرت أينفذ الآن أنا الآن أي خطة أنا أحطها عندي فقط شهر شهرين I have to do it قمت قبل إذا أقول أنا بوصل للعشرين مليون مثلا خلال سبع سنوات حين قمت أقول لعشرين مليون بس هي في سنة فبالتالي أنت يوم تحط لك هذا النوع من الخطط and you find the who تحصل لك الشخص الذي هو ينفذك هذه الأمور done توصل هناك فيكون عندك وقت لنفسك لأن أنا أرى أن الناس عبارة عن طاقات كلما أنت أعطيت من طاقتك لكل حد كلما أنت استنزفت كل الطاقة صح لا تستطيع أن تنفذ لا تستطيع أن تفكر وبالتالي كيف اليوم تستطيع أن تنظم من وقتك وتنظم من طاقتك بطريقة ذيكية بسبب you find the who فريق العمل دائما في كل المشاريع هنا أحد المشاريع التي أنا أشغال عليها مشروع يعني يديد نوعا ما في المنطقة لا تستطيع أن تقول لك لا تستطيع أن تأخذ الفكرة لها مشروع حكومي ومشروع إينا أوكي في الوظيفة فأحد الأمور الأساسية التي أنا أركز عليها اليوم هو تشكيل الفريق من هو الفريق find the who مثل ما تفضلت فعلا هذه جزئية wide مهمة ممكن في البداية أن أنا I will find the why لكن بعدين أتحول من ال why إلى the who لأنه مثل ما تفضلت في أول فترة ممكن أن تعطي الموضوع هذا wide من وقتك وجهدك لكن هذا المفروض يستوي أنا على حسب يعني مثل ما أنا أشوف الموضوع أنه في البداية أنت لازم تعطي لازم تسوي تراكض بدأيك وريولك وهذا وتسعة لكن بعدين خلاص لازم في حد لأن أنت تبتدي تضيع في ال operations وتغفل عن الاستراتيجي قال على قولته من helicopter view أن أنا أشوف الموضوع من فوق شوية شو اللي يستوي ممتاز والله حلو حلو أم الحين سوف أشوف ما شاء الله أحب مؤخرا فيه وائد دورات بدأت أنت الدورات هذه أصلا من يومك ردا على الموضوع اللي أنت ذكرت تفضلت فيه اللي هو العطاء أم أنا دائما أقول هالكلمة هاي وعيد وأكرر فيها أقول من أنبل الأشياء أو من أنبل الأمور اللي ممكن يقدمها الإنسان أن يقدم معرفته وعلمه أبلح نعم وهالشي هذا هالشي هذا أنت من يومك تسويه عن طريق الحسابك أنت يعني من استويت وأنت تسوي هذا الموضوع ما يمنع الواحد يسوي الورش هذه مقابل فيه مقابل مادي لأنه هذا جهد وفيه ناس تشتغل وفيه فراق وفيه أمور مترتبة ولكن أنت من البداية كنت تعطي وما زلت يعني كل يوم أرى البوستات وأنت في السيارة وتتكلم وتعطيهم فهذا الشيء أنا أرى شيء جدا نبيل لقدمه للإنسان لكن اليوم إذا نأخذ مثلا نبدأ عن الدورات التي تقدمها اليوم عندك دورات أعتقد أن هناك دورة متعلقة بالأسهم ماذا غيرها بعد من الدورات؟ أنا عندي دورات مختصة لأنني عندي معهد مركز تدريب وهو اسم السحاب للتدريب مركز سحاب مركز سحاب أنشئ لسبب سبب وهدف وادي كبير وهو كيف اليوم أقدر أنقل المعرفة هذه بطريقة إثيكال بطريقة منظمة بطريقة أن أوصل المعلومات التي لم يحصل عليها في المدرسة لهم عن طريقة نقول أون لان أو عن طريق الجاهل الحكومية أو إلى آخر مثل مثل الإدارة المالية مثل الأسهم مثل التجارة مثل كل الأمور التي نحتاج أن نعرفها لكي يكون لدينا استقلالية وحرية مالية اليوم أنت لا تستطيع توصل لهذه المراحل من الحياة إذا لم تكن لديك المعرفة الواضحة فالمركز هذا هو الذي أهلني أكثر أنني أستطيع أن أنشر هذا النوع من العلم فالدورات التي أقدمها هي عبارة عن أسهم بيات الأعمال الاستثمار بشدة الطرق الإدارة المالية عندك ما هو التواصل دعنا نقول بابلك سبيكينج آآ في بابلك سبيكينج في عندنا مهارات تواصل مهارات تواصل بشكل كامل حلو 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 عندنا وائد دورات يعني جديدة في السوق اللي هي كيف تقوي الذاكرة كيف تقدر تقرأ بكفاءة وتقرأ بسرعة في وائد مهارات هي مدرسة هي مدرسة أولاي وهي مدرسة أولاي والهدف هو كيف أقدر أعطي دورات فيها بسعر قليل جدا الدورات عندنا 244 درام أو 244 درام دورة كاملة تخيل تأخذ بهذا السعر تتعلم كل شيء أنا اليوم عندي مصاريف وائد كبيرة في المعهد وائد مصاريف عالية بس أنا تكفلت بأن اليوم أنا بغطي هذه المصاريف عشان الناس يتعلم باتر متى ما الناس عرفوا وقاموا يتعلمون أكثر قاموا يغطون هذه المصاريف إلى آخر ويستفيدون فبالنسبة لي الهدف الرئيسي كان فائدة الناس أبا الناس رقم واحد تستفيد أبا الناس يغرون من عقليتهم لأن اليوم يوم أنت تعدل من عقليت شخص بتشوفها يا أخي منتج في المجتمع بتشوفها وائد استواء أفضل يبلي شخصية واحد جلسوا إياي فترة وعطيتها هذا وشوف شخصيتها بعد السنة والله شخصيتها وائد غيرات وائد غيرات بسبب الكتب مش عشاني بسنة بسبب الكتب وأنه هو واعي هو يتعلم فبالتالي مركز السحاب للتدريب يعطيك هالنوع من التولز بس متى ما أنت بغيت تتعلم متى ما بغيت تتطبق متى ما أنت نجحت أما يمكن تتعصر على هذه المعلومات وتقول تعرف شو أنا أخاف أنا ما بشتغل في هذه الأمور ولا بأستثمر ولا بأسوي لي شيء شوف في مرات عندك موظفين يقول لك أنا مكتفي في الراتب ما أحتاج أني أستثمر بس أنا أقول لك أن يعني الحياة بتوصل لمرحلة أنك أنت بتحتاج ما زالت داخل آخر بتحتاج بتتبع عيال على هات ناري سيف أذكر في سنة من السنين قلت كملت أنا فترة طويلة حين أنا أشتغل فبالتالي أبأ أخذ بريك أم قلت بأخذ بريك فهذا بريك هذا أبأ أخلص الماسترز تذكر هذه الفترة إنني أخذ العام رحلة أعتقد أن تقرر بأطلع من الوظيفة أستقل ويأخذ سنة هذه القرارة سأكمل الماسترز سويت حسبة ما تقلحها قبل وأعتقد أن جميع واحد فينا خاصة الجمعة يقولون ترى الراتب ينزل ينزل كل شهر قلت بدر أنت اليوم وقع في راتبك كم شهر تروم بتعيش بدون راتب أنت مليونير مثلا أنت بدر في حسابك مليون درهم عندك في حسابك كم شهر بتعيش كم سنة يوم ييت سويت هالحسبة سبحان الله في مثل أمور شي أنا ما فكرت في الأمور بهاي الطريقة الحمد لله نحن في بلاد خير نحن لا نتحدث عن دولة الأمارات نحن نتحدث عن شكل عام في كل دول العالم وينما كنت أنت في الأمارات أو في أوغندا أو في كندا أو في أمريكا نعم اليوم وقف راتبك لأي سبب كان نزيل كم شهر بتعيش بدون راتبك لهذا لأنت إعتمادك دوم عليه هذه من ضمن الأمور التي فعلا أنتبهت محمد ماذا ساكت الليت؟ أريد أن نكمل السؤال فأنا نعم نزيل هذا شيء شيء ثاني تعال شوف وضع المتقاعد أنت راتبك فلنفرض كان خمسين ألف ستوى خمسة وعشرين خلنا نقول مثلا أيوة أنت عايش بلفل خمسين ألف نعم حياتك خمسين ألف سيارتك أكلك شربك لبسك خمسين ألف الخمسين ألف ستوى عشرين ألف خمسة وعشرين ألف ماذا ستفعل؟ أنا اليوم أباعيش أباعيش حياتي وأستانس وأسير وبارد بس السلع غالية يا أخي الأسعار ارتفعت يعني قبل أنا مثلا اللي بيحسبها قبل ثلاثين سنة ممكن أمية ألف يسوي فيها مشاريع ما بلا مشروع اليوم المية ألف يمكن ما تيبلك سيارة زينة يديدة تكون فأين المشكلة اليوم؟ أوكي شوف اليوم من بعد ظهور دخلنا نقول تطبيقات تواصل الاجتماع الجديدة لآخر سبع سنوات الناس قاموا يقارنون حياتهم ويظهرون حياتهم للجميع وبالتالي أصبحت المقارنات أولوية عند الجميع أنا أباعيش نفسه لتعمي أنا أباعيش نفسه لتخالتي أباع ربيعي أنا ويانا نركب نفس السيارات إلى آخرها وكل نفس المستوى وبالتالي المقارنات رفعت من المستوى هذا الشخص اللي الحين ينسي قارن ما كان يعرف بأنه الشخص هذاك أوردي وارف أو الشخص هذاك أوردي دخل عالي أو الشخص هذاك أوردي كان مستثمر أنت ما تعرف الخبايا اللي الناس تعيشها ليش أنت تحاول تكون مثلهم؟ انظر إلى وضعك الحالي شو هو وضعك الحالي؟ وضعي الحالي أنا متزوج وعندي أبناء أصرف عليهم وعندي بيت إيجار عشرين ألف كيف تباني أعيش بهذه الطريقة؟ كيف تباني أعيش بأسلوب الحياة الشخص اللي يعيشها؟ فمتى ما الشخص نظر إلى حال ثاني يبيعش نفس المستوى متى ما هو أوهم نفسه بأنه I have to be مثل الأربيعة هذا إلى آخر ويجب نفس المستوى متى ما طاح بالدين متى ما طاح بأنه ما سوى لهم فلوس فرقام واحد أنت المفروض ما تنظر لأي شخص أو أسلوب حياة حد يعيش ثاني وتبقى تعيش بالحين إذا ما تقدر خلاص don't do it فمعناته شو؟ لازم تتحكم في مشاعرك لازم تتحكم في سلوكك لازم تتحكم في كيف أنا أقدر اليوم أعيش بطريقة جيدة في حياتي هذا واحد انين لازم تتحط لك خطة واضحة مالية على مدى خلنا نقول خمسة سنوات تفهم بالضبط كيف حياتك بتصير رقم ثلاث لا تنظر للإدخار على أنه أسلوب حياة الإدخار خاطئ أفضل شي تسوي أنك تتدخر لمدة ستة شهر من حياتك أو السن أو سوري للسنة فقط لا تتدخر عشان فقط تتدخر أنت لازم تتدخر عشان تستثمر صح أنت لازم تتدخر عشان هدف الإدخار يعني نحن نقول للشخص مثلا اللي وادي مسك فلوسه هو عبارة عن واحد زطي ما يقدر ما يبع صرف بخيل 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 أنا أقولك في الحقيقة أنت المفروض تتدخر مبلغ لهدف ذات ست عندك بالنسبة لموضوع الاستثمار السبب الرئيسي أن الناس لا يستثمرون لأنه لم يحصلوا أحد من أهلهم قبل الاستثمر بطريقة صح فدخل فيهم شو؟ الخوف أنت لهم عشان تنجح في حياتك عندك شغلتين بس يعني أنك تكون إنسان جريء أو إنسان خواف الجريء هو دائما ناجح الخواف هو دائما جانس في الماضي فأنت تختار منه تبقى تكون أنت تكون جريء يا أخي قواهد خسرت فلوسك وبعدين خسرت فلوسك هات السنة شو بيصير لك هل بتموت؟ هل بيروح شيء من عمرك من حياتك؟ ولا شيء لأنه بالنهاية الفلوس تروح وترد أنا كنت أظن أنه ما أقدر أطلع أكثر من 30 إلى 40 في الشهر بعدين انصدمت من الرقام التي قمت أشوفها انصدمت بشكل مش طبيعي بسبب أني ما أخاف ما أخاف ولا واحد بالأمية من أي خطوة أتخذها لأنها بالنهاية لقدار مكتوبة وربك عندك ربك يحميك أنت اليوم عندك تجارب لازم تجربها لازم تجربها أنك تستثمر أنا أشوف أنه واجب على كل شخص ما بقولك واجب على كل مواطن مش عشان الوطنية ولكن واجب على كل إنسان أنه هو يجرب الاستثمار مثل ما أنت تروح تسوي رياضة مثل ما أنت تجرب لك آيس كريم الآيس كريم يفرح جرب تستثمر لو خسرت شوية شو يعني ترى بالنهاية أنت تصرف لوسك هذه على مطاعم تصرف لوسك هذه على طلعات أنت تقول أنا أطلع أنا ستانس بصرف على الوناسة فاين أخذ لك شهر واحد جرب أنك تستثمر جرب أنك أنت يوميا أنت تأخذ ساعة وحدة فقط تتعلم في أمور الاستثمار لو نصف ساعة تتعلم في الاستثمار حط لك هذه النوع من المهارات عشان يوم تجسس في مجالس تعرفت عن شو تتكلم صح تعرف بالضبط مثلا كيف أقدر أطور من حياتك كيف أقدر أسوي أنا أقول لك أغلب المشاكل البشرية اللي ستمر علينا الحين حاليا هي مشاكل مالية 60-70 بلما مشاكل مالية أو مرتبطة بينهم مشاكل مالية أيوة بالضبط يعني اليوم يبلي مشكلة أنا ما أتكلم عن الصحة حتى بالفلوس تحتاج فلوس تحتاج فلوس للصحة بيد الله سبحانه ولكن العلاج يبالي فلوس نعم عشان تتحافظ على صحة كبالك الفلوس تعليم بالك فلوس كل شيء يبالك فلوس وبالتالي الفلوس تحل لك وائد مشاكل اللي يقول لك الفلوس ويصخدني أنا أقول لك يا صديقي المال والبنون زينة الحياة أنت ما شفت الفلوس بمعنى كلمة فبالتالي نرجع لأساس القصة كاملة اليوم المجتمع تعود على أنه يصرف فإذا المجتمع يصرف وايد لا تكون أنت جزء من هذا المجتمع المستهلك عندنا نوعين من الناس عندك منتج مستهلك أنت تختار أي واحد هل تبقى تكون شخص يحصر راتب ويصرف شوية وينتج وايد أو هل تبقى تكون إنسان يستلم راتب ويصرف يصرف 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 لا تكون لها الموضوع هذا في الدورات التي تعطونها لأنه أنا أشوف أنه ممكن أن أعلم الشخص وأعطيه خطط وأقول له سو كذا وأقول له هني عشرة بالمية وهني خل عشرين بالمية وسو كذا سو كذا لكن بالنهاية مثل ما تتفضلت بدخل في دوامة المقارنات اللي اليوم للأسف يعني ما يمكن كل الناس طيحين في هالفخ هذا اللي مقارنات ويشوف بوست على انستغرام فلان يسوق هاي السيارة ليش معيني ولا فلان لابس هاي الساعة ليش أنا أنا بشراتها بعد هل تتطرقونت لهذا الموضوع لأنه إذا أنا ما غطيت هالجانب موضع ضم الأشياء والأدوات التولز هاي الأدوات اللي بعطيها عشان يتعلم كيف يستثمر أو تتعلم كيف تدخر ممكن ما تنفع شوف نحن لازم أول شي نوضح للناس عن موضوع السلوك في خلنا نقول الشراء لأن اليوم إذا أنت عندك هواد فلوس بتكون عندك شهية الشراء عادية تقول فأنا عندي فلوس عادي بأصرفه في أي مكان بس يوم يكون عندك سلوك تفهم بالضبط أن أنا ما بشتري الرغبات اللي ما أحتاجها بالمرة أنا اليوم بركز على بناء الأصول أنا بركز اليوم أن يكون عندي مبلغ إدخاري عسب المشين مدة سنة أنا اليوم بشتري أشياء فيها قيمة يوم يكون عندك هذا النوع من الوعي تقدر تتحكم فلوسك فلهذا السبب نحن في دوراتنا نعلم الناس على كيف تقدر تفهم الأصول وليش أنت اليوم تحتاجها شو السبب كيف ترتفع الأصول كيف تقدر تحصل لك عائد سنوي كيف تقدر ترفع من دخلك السنوي أو ما تدخل في هذا النوع أو في هذه اللعبة أول ما تعرف بأن أنا اليوم أقدر أدخل شهرياً خمس تلاف زيادة تعجبك اللعبة تبدأ تستمر تعرف أي واحد يبدأ يستثمر بتشوفه وايد قام في موضوع الاستثمار في موضوع زيادة مصادر الدخل في تغير سلوكك تصبح تنتقل من مرحلة الإنسان المستهلك إلى إنسان منتج بتحاولنا ليش اليوم أنا أسير أشتري بيبسي ليش ما أنا أبيعه ليش اليوم أنا أسير أكل شاورما أنا ترى أنا أحب الشاورما وخاصة الشاورما اللي في الطواربس ما بس يدعاية عرفت أي واحدة فطوء عرفت أي واحدة صح المكسيكي أيوة فممتاز فبالتالي أنا كنت من هذا الطبيع كنت أسير أكل من عندهم قلت ليش ما أسير هذا الجيد لا يعرف يشي نحن بس المكسيكي ما يعرفون فأقول لك فبالتالي أنا شاورما ترفل مثلا أنا والله ما جربت ولا بجرب أنا فقط عندي المكسيكي بط 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 ذكرناها من نطلع سنش نأخذ لنا أوكي فأنا أقول لك أن كيف أقدر اليوم أنا يكون عندي مطعم وخلي الشخص هذا اللي في المطعم هو يسوي لي أقل تكلفة وبالتالي أبيعها للناس أخلي الناس هم يشترون من عندي دائما فكر الناس اليوم في أول يوم من الشهر عندهم رواطب كيف أقدر أبيع لهم شيهم بيدفوئن عليه لأنهم مستهلكين لازم تتقل لمرحلة مستهلك منتج مثل ما أنت تستهلك أنت لازم تكون منتج ولكن تبدأ تكون منتج أكثر من ما أنك تكون مستهلك كيف توصل لهذه المرحلة يا صديقي كل شخص عنده رحلة وكل شخص هو يعرف متى يقدر يوصل لهذه المرحلة لأن كل واحد عنده مصاريف مثلا شخصية في حياته وما يقدر مثلا يخفضها فلكل شخص لأننا دائما أشوف مرات يسئلوني بعد سيف يا أخي هل أخلي 50% دخار وما أدرك شو 30% هنيوة أنا أقول لك يا حبيبي شو هو الكلام الفارغ الكلام الحقيقي هو أنت عندك مصاريف ألزامية ملتزم فيها هذه لها نسبة أي شيء متبقي تحتاج مثلا خمسة إلى عشرة بالأمي خلنا نقول مرات مثلا هنيوة تقدر تدخل لمدة ستة شهور أي شيء إضافي تبقى تسافر فيه هذا بروح استثمار تبقى تدفع للجم هذا بروح استثمار تبقى تسافر هذا تبقى تشتر لك مثلا لبس حلو هذا بروح استثمار أنا أقول لك اليوم أصرف أصرف الفلوس لا تمنى أنت والله بمسك شوية بعسبة استثمار زيادة لا أصرف لأن أنت في يوم الأيام يوم توصل لمرحل عندك وايد كاش جمعته بيك هذا كل يوم اللي يشل عنك هذا المبلغ كامل مرة واحدة نطر عليك التاير تنجبر أنك تدفع مرة واحدة اشترت سيارة بالغلاط مثلا خلناك وكانت غالية ويومي تبقى تبيعها وايد انخفضت من قيمتها فأنت اليوم إذا تبع تشتغل صح من ناحية الفلوس ابدأ بالأصول أنت الحين تسألني سيف شو يعني أصول سيف أوكي أصول أصول في عندك أنواع من الأصول في عندك أصول رقمية في عندك أصول خلنا نقول مالية في عندك أصول عقارية في عندك أصول نسب في شركات فبالتالي الأصل هو عبارة عن أي مبلغ محافظ على القيمة وأي مبلغ مدر للدخل فأنت اليوم يوم تحافظ على فلوسك في مكان معين فيه ناس يحافظون على فلوسهم في الذهب وخاصة الحريم يموتون في الذهب يشترون الذهب والله سبقلون لأن هذا أصل متغير يمكن أن ارتفع من الوقت هذا كان سعر زين في بعض الناس يشترون ساعات غالية في بعض الناس يشترون خلنا نقول مثلا عقارات العقارات هي الأفضل حالية بسيبلك نسبة شوية أقل ولكن شو فيها فيها كاشف له فيها التدفق نقدي هذا من أفضل الأصول التي اليوم تقدر تبحث عنها بأقل مجازة في السوق في عندك الأصول المالية وهي الأسهم الأسهم هي عبارة عن يعني دخل بطريقتين تطلع لك ارتفاع القيمة والتوزيعات السنوية هذه هي من أفضل من أفضل الأصول ولكن شو المجازة فيها شوية أعلى يعني نتكلم فيها ويتم تعمق بيأخذ ويت وقت الموضوع ولكن أنت لازم تفهم اليوم كيف أحول الراتب اللي أنا أستلمه إلى تجميع إلى أصل بس رحلة كية عبارة عن تعال هذا الشهر أبو أشتري مثلا أنت ويد تحب البيتزا أشتري أسهم في دومينوز أنت ويد تسير ستاربوكس أشتري أسهم في ستاربوكس ويد تدش مثلا خلنا نقول جوجل أشتري أسهم في جوجل اشتري في الشركات اللي يبليف أنت هذا خلصنا هذا الشهر الشهر اللي بعده أنت تقول أنا أشتري عقار أنت ما تستطيع أشتري عقار على الطول لأن العقار سعره غالي سنتين جمع الى سنتين بعد نشتري فاين أنت تقول اليوم أنا أشتري النسب في شركات معينة أنت لازم تكون مختص أنت يبليف أنت فكل شغلة من هذه تحتاج تتعلم كيف توصل لهذه المرحلة لازم تأخذ من الناس اللي عندهم خبرة اللي تشوفي هذه الأمور عشان تقدر أنت تستفيد منها في عندك أصول كثيرة منها أيضا الوداع البنكية تقدر اليوم أنت تحط مبلغ مالي في بنك معين يعطيك مثلا خمسة بالمية في عندك السندات والسقوق السقوق هو البديل الإسلامي طبعا للسندات هو عبارة عن قرض كأن أنت تعطيهم ومبلغ يعطونك سنويا السندات في السنة مرتين تقدر تحصلك تسعة بالمية خلال السنة كاملة من مبلغ معين فعندك وائد أدوات أنت اليوم تقدر تستخدمها ولكن الأهم كيف اليوم أقدر أتحكم في مبلغ مالي أنا أقدر تجمعه وأكبر من هذه المحفظة كل سنة هذا هو الهدف كيف اليوم أقدر أسوي لي فلوس وفلوس وفلوس في كل مكان عشان أقدر أقمن نفسي لا تفكر اليوم أني أنا بس أجمع للمستقبل المستقبل المستقبل باتشربينيك عيارك بلصوفون فلوسك كلها وبعد تتندم بتقول راحت فلوسي أنت اليوم لازم تعيش أنت اليوم لازم تعيش أنت الفلوس اللي تسويها نصها عيش نصها استثمرها ولكن مش على المدى الطويل وائد مش بعد عشرين السنة في خمس 16 سنة هاي قصص كلها يعني بتروح أنت أئت ضمي عيابني صراحة الادخار ليس بغرض الادخار وهي وإنما إدخار للاستثمار صح الادخار لهدف لهدف معين يعني أنت اليوم تدخر أنا اليوم أرد prefer أنت أنت أرد أرد수를 Sachا جيد لأنه الانش детей من الم Smith الذي نعرفه لا يوجد شيء يدخل لكي يخزن في التجوري وفي البيت فقط يكوّد البيزات لكن هذا الشيء اليوم موجود أنا يمّع بيزات كل شهر حسناً، ماذا فعلت؟ كم وصلت؟ مثلاً أنت عندك 100 ألف 100 ألف أنا يمّع فيها من خمس سنين مثلاً أوكي، خمس سنين هل 100 ألف؟ قبل خمس سنين كان ممكن أن تأتي لك الشيء الفلاني حين نفس المبلغ هذا إذا اليوم تأخذ الشيء الفلاني يمكن أن تأتي بنصها بعد صح، صح، 100 ألف فهذا أعتقد أن هذه نقطة مهمة يعني ضروري للناس يعونها أوكي، تحتاج كاش أنا أقول كاش اسكينغ يقولون نعم صح كاش اسكينغ، لكن تحتاج معرفة يا صديقي تحتاج معرفة عشان تستخدم هالكاش استخدامك الصح صح، صح فوالله هاي ضروري حين أنت تقولي هالكلمة يا شيء في بالي أذكر ما أذكر رأي ديليو قال هالموضوع أو لحث ثاني ما أهكله فيقول تحاوله لـ 12 موات لا تقرأ أي شيء لـ 12 موات و ترى ما يحدث طبعاً في تفصيله بعدين يقول أنا ما أشتري إلا احتياجاتي اللي أنا أحتاجها أكل، شرب، لكن جرب 12 شهر، لا تشتري تلفوني ديد لا تشتري هالكماليات هاي لا تشتريها الرغبات يعني ما تبا الرغبات هاي اللي هي مش احتياجة جرب 12 شهر و شوف شو بيستون أنا أعتقد دورو بطنة الاثنين يعني مثلاً أي أنا اليوم أقول أنا سمعت سيف اليوم أوكي تعرف شو بسوي اليوم أنا واحد ثمانية الفين وثلاثة وعشرين من الله أراد لين واحد ثمانية الفين واربع وعشرين ما بشتري إلا احتياجي ممكن أنا أكون يعني تكون عندي يعني يكون عندي مبلغ هالمبلغ هذا أقدر أستثمر فيه بس تعرف شو المشكلة إذا أنا يمعت هذه البيزات وفي الوقت هذا ما نميت قدراتي وما قريت وما طلعت كيف أنا ممكن أستثمر البيزات بتم البيزات هاي مثل ما كانت يعني كاش لا يجدم ولا يأخر على قولاتي كيفين واصلاً أنت اللي تفكر فيها هو هذا قبل 12 شهر من حياته يالس يدخل نزوين الهدف وين بتروح الفلوس هذه في شو تبقى تصرفها لازم يكون عندك هدف من قبل أنا اليوم بجمع أنا اليوم بجمع حق هذا العقار أبقى أجمع حق هذه السيارة لازم يكون له هدف لهذا السبب أن أقول لك الناس اليوم متعلمين على الدخار بطريقة خطأ أنا أقول لك الدخار الصحيح هو لهدف بدونه ما شيء منه فائدة زين إذا اليوم أنا مثلاً غير عن الدورات اللي تقدم اليوم عن طريق منتو أو عن طريق المراكز الثانية أو المدربين الثانية شو مصادر معرفة ممكن الشخص اللي يبقى يتعلم أكثر في هذا المجال وينمي قدراته ممكن يستخدمها شو المصادر اللي أنت تنصح فيها شوف أول وأقوى مصدر هو الخبرة التجربة أنك أنت تتجرب في السوق أنك تتخل تتجرب خلت تتصفع من السوق لأن أنت بالنهاية بتخسر مبلغ مثلا خلنا نقول من استثمارك في مكان معين أو من علم أنت بتدفع عليه إلى آخر وهذا لكن أنت تتجرب أخسر فلوسك في مكان هذه عبارة عن أهم شهادة التي تحصلها اليوم بقياس طبعا ليس بخبار تعقلي وراك واليدونك على كل التمهي لهذا السبب أنت تشوفني أنا أخر في 10 سنة أو 11 سنة أمور أدخلت فيها فشلت فيها أو خسرت فيها فلوس إلى آخر ولكن اليوم بيوم أطلع أقول خلاص أنا فاهم فيه قل لي اليوم استثمار فيه أي مثلا قل نقوم مشاريع تجارية فيه كذا أقول لك أنا أعرف فيه وشتغلت وأعرف ناس أشتغل فيه أعرف ما الخبايا إلى آخر لأن خسرت فيه ودخلت فأول درس وأول معلم هو الخبرة أنك اليوم تدخل السوق بس ليس بمبلغ كبير طبعا وما تضع كل مدخراتك وفلوسك حتى التأمين الصحي تبيعه وتواهق نفسك فأنت اليوم تدخل مبلغ بسيط تتعلم الماكن الثاني عندك يوتيوب عندنا عندك موقع كيوسيرا عندك موقع يوديمي طبعا أول وأفضل موقع موقع اسمه السحاب سكول دوت كوم تعرفه مسؤول له سبسكرايب أنا هي أنا متابع لنا الصراحة هذا شركت تقدرون أن تدخلون باللغة العربية نتكلم أنا أشرح الشباب الذين يشرحون إلى آخر في عندك ويئة دورات تقدر تفيدك فعندك هذه الأماكن وعندك أيضا أسألة أهل الخبراء تعرف سؤال عن المقاطعة ما الذي يميز المحتوى التي تقدمونا أنتوسي بسيطة نعم اللغة بسيطة يعني أنا لا يجب أن أكون أنا فلتة زماني وأكون عبقري وأعرف المصطلحات المعقدة لا 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 اللغة سهلة لا يحتاج إذا أنا ثانوية عامة أو حصل أشياء الدكتوراه أفهم الأثنين يفهمون هذه صح فشو ما كان يعني تحصيلك العلمي شو ما كان تطلعك على الموضوع تقدر تفهم اللغة سهلة هذا شيء مهم يعني صح الكتب فأنا أقول لك الكتب يس أكيد بس قبل الكتب أصحاب الخبرة أنت لازم تسأل إنسان خبير ليش نحن أضرنا لك دورة يوم تكن تتعلم الناس عن البودكاست فأنا عندك خبرة وأنت أفضل شخص بيعلمنا في هذه الأمور لأنه عنده خبرة واشتغل في هذه الأمور حتى محمد العواضي عنده خبرة في هذا المجال أي أحد يتعلم في هذه الأمور يدخل معاكم صح فعندك الكتب أيضا الكتب في شتى المجالات مشكلة الناس الحموة يحبون يقرون يقرون شيء سهل تيك توك فيديو عجلة دقائق بعد خمس دقائق وصلنا بعد دقيقة يحبون كل شيء دقيقة وحدة تعلم كل شيء صحب جدا يا صديقي حاول أنك تقرأ حاول أنك تبحث عن الكتب التي تقدر تفيدك في هذا المجال بالضرط حاول أنك تستفيد وعندك هذه الأمور يعني مناسبة جدا القراية مثل ما تفضلت أتفق أننا نحن مشكلة في القراية عندي أنا مقصر في القراية أنا فترة طويلة يعني كنت نوعا ما مشغولة عن القراية والحين رديت مرة ثانية أقرأ اللي أنت تكتسب من القراية أنا دوم أقول أقول مش فقط المعلومة هاي اللي هي في الكتاب سبحان الله القراية هاي يلستك وعينك لما تتابع السطر وتقرأ هذه تكتسب فيها واحد أمور فكرك يتغير تحس أن مثل تنشيط يستوي للمخ مثل ما تفضلت أنت يوم الرياضة تسويها الصبح جسمك يتنشط القراية تنشط مخك فتبتدي أنت كأن ترد لياقة مخك صح فمخك يتعامل ويالأمور اللي تصادفك في يومك في شغلك ووظيفتك تجارتك نعم يشتغل مخك بطريقة ثانية يكون أنشط نعم بس التعامل مع الشخص أصحاب الخبرة المثال اللي ضربته أنه أنا يوم أخذ من شخص كطبيعتي أنا الإنسانية بأخذ المعلومة هاي بامتصها تي أسرع عن الكتاب صح الكتاب قد يكون مثلا شيتي ما في حياة تعرف نعم أوراق بس يوم شخص جدامي اليوم سيف سيف لو مألف كتاب بشتري الكتاب وبقرأه وبتعلم منه ولكن إذا أخذ المعلومة من سيف نعم بأخذها بطريقة أفضل يعني وايد وايد أمور صراحة كتابة أسألك عنها غير السوق حين متغير سيف يعني أنا أشوف المجال الإنفسمنت أو الاستثمار اليوم يختلف ما بقول قبل ثلاثين سنة يختلف وايد أحس النسوق عن خمس سنوات خليل خمس سنوات أنا أقول من بعد 2019 من بعد كوفيد والجائحة هناك وايد أمور تغيرت شو أبرز الأمور اللي تغيرت اللي فتت انتباهك اللي ممكن اليوم كشخص يبا يدخل في مجال الإنفسمنت الإنفسمنت أو الاستثمار لازم يكون عنده وعي فيه يعني شوف أنا أنا ما دخلت مع الناس من زمان في الاستثمارات أنا اشتغلت من 2011 في التجارة في الاستثمار دخلت السوق المحلي من 2011 خسارت فيه شوية نجحت إلى آخر وتعلمت دخلت في السوق الأمريكي من 2015 من المستعش عن طريق التطبيق يتورو وبدأت تعلم في هذه الأمور ولكن الأمور اللي تغيرت هي عبارة عن دخول مستثمر جداد معناتها مبالغ أكبر 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 في السوق فاللي بتقدر تتلاحظه على مد العصور لمرة سابقا بأن كل ما يعني السنوات تزيد كل ما مبالغت الضخم في كل مكان فبالتالي أول شي تسوي يا صديقي العزيز لازم تعرف أن سعر دائما في ارتفاع بغض النظر عن شو ما يستوي ستوه تحارب نزلت شوية ولكن ترجع مراتها ترتفع الرقم الثلاثي في تبي كم كانت سعرها قبل؟ تتذكريات فيترة هيت ستين ألف سبعين ألف أنا أتكلم في فيترة نزلت بمئة واربين ألف من فترة كم سنة؟ مئة وسبعين مئة وخمسين أذكر يبلي رقم ثلاثي الحين بكم؟ ما في أقل شي شو مئتين مئتين ثلاثيين مئتين واربعين حتى السيارات ونصدمنا الساعات الساعات ارتفعت سعارها ترى هذا كلها عبارة عن شو سبلايين دمان أوكي لهو العرض والطلب كل ما كان فيه طلب زيادة كل ما يعني كل ما يعني الأقل كيف تغير سيف؟ أكيد أكيد السلوك تغير لأن مثل ما تلك السوشال ميديا واي تأثر أصبح أن الناس يبون يعني يرون الناس أكثر شو عندهم الحاليا شو حصلوا عليه لأننا طبيعتنا في البشر عندنا هذن الغرائز البشرية أننا نحن نبا نراوي الباقين أننا نحن أفضل أو استوينا هذا هي عبارة عن منافسة نبا نافس نبا نسويه فبالتالي الناس ستعملون أكثر بس ستعملون أكثر نعم فبهيفور الصرف هذا زاد نعم نعم نحن نعم نعم لأننا نعرف بطلق ما سلوك الناس حاليا وفعلا الناس كل شهر تصرف أكثر كل شهر تصرف أكثر لهذا السبب أنت لو لاحظت على موضوع هو سعر الفائدة ارتفع رفعه في بنك الفدرالي في أمريكا ورفعه وعدا في البنوك السبب أن يبون يخفضون أو يبون يرفعون من الفائدة لأن يخفضون من استهلاك الناس ويخفضون من أن الناس يأخذ قروض لأن أغلب الناس اليوم لآخر فترة كلا عايشنا عن القروض فاليوم إذا كان القرض فائدة عالية الناس تخف من موضوع أن يأخذ القروض لهذا السبب يبون شوية يخفضون من وطيرة أو ارتفاع تضخم للصاير في المنتجات وفي العالم قبل أن نشتري من الجمعية 3000 درهم أقول العائلة نحن نشتري 3500 ما الذي زاد نفس المنتجات؟ زاد الأسعار وين قبل أن نحيد؟ يومنا صغار 300 درهم أدزمه بقاري واحد كاريين من الجمعية تضع 300 أنت مير البيت فوق تحت نعم صح الذي تباوز زيادة 300 وسبح الله حينها 300 لا تساول لأننا زاد عدد البشار زاد عدد الموظفين زادت الرواتب زادت الكثير من التالي تحصل يعني دائما في الاقتصاد يقولك آخر شيء يرتفع هو الراتب آخر شيء يرتفع في الاقتصاد هو الراتب وشوف الارتفاعات الصراحة في السوق صحيح ردا على نقطة ذكرتها أنت بعد نقطة مهمة دوم يومتي مثلا أنا أضرب هالمثال حق الشباب أقول عندك مثلين تقابلونهم لوظيفة واحد سوى مشروع واحد وناجح وممتاز وضرب ضرب هالمشروع هذا والثاني سوى عشرين مشروع كلهم فشلوا من هو توظف عشرين هذا اللي أنت ذكرته بسوحة صاحب العشرين مشروع أحد يقول لا يا أخي كيف أقول يا أخي ممكن يكون هذا الشخص اللي سوى مشروع واحد وضرب ضربته يكون هو فلتت زمانه عبقري وممكن يكون هذا الشخص محفوظ صح ممكن يكون محفوظ سبحان الله ساعات أنت تسوي شيء بس في وقت المناسب مثلا الشخص المناسب شافه في اللحظة المناسبة توافيق من الله سبحانه لكن هذا اللي سوي عشرين مشروع وفشل في العشرين مشروع هذا شاف كل شيء اليوم أحد أساسيات النجاح يقولك السيناريو بلانيك نحن نتكلم عن فيوتر فور سايت استشراع في المستقبل جانب منه واللي هو الأساسي والرئيسي يقولك فيوتر سيناريو بلانيك أنا كل سيناريو شو اللي بسويه نعم إذا يعني هالسيناريو لا قدر الله زلزال عندي كذا أزمة اقتصادية عندي كذا عندك حلول هاي الأشياء اللي تبني عندك هالقدرة أنك أنت تحط سيناريوز وحلول حلي كل سيناريو تجرباتك اللي هي أنت تسميها فاشلة أو الناس يسمونها فاشلة لكن هي دروس تكتسبها أرجع وأقول يا أخي سو أي بسنس سو أي بسنس جرب أي شيء أنت مثلاً محبة للطبخ الخواتنا مثلاً يحبون الطبخ تبخ في البيت الجربة يسوي شيء صح هناك مطاعم مشهور بدايته كانت من البيت هنا أذكر كان نأخذ من البيت وبعدين فتح له فرع فتحه جميع ربعا في الخواني نعم صح صح يا أخي أي شيء شو ما كان تشرت كرمت دلغة جواتي أي شيء بس سووا شيء جرب صح صح بريسلت أنا عندي بنت أختي الصغيرة تحب تسوي بريسلت والله قامت تسوي تسوي بريسلت روحها تشتغل بديها الفكر يتغير صح إذا نحنا أنا اليوم أقول الصغار اللي هم ضروري نركز عليهم نعم نعم الكبار مسؤولين ومهمنا نحنا نوعيهم ونبني عندهم هاي الثقافة والمعرفة نعم بس يا أخي إذا قدرنا نحنا ننمي هذا الشيء هذا بعد في الصغارية بعد أمر معين يعني 10 11 12 سنة يا أخي أنا اليوم أشوف فيه أمثلة في القيمينج أنا أحب ألعب القيم وعيالي يحبون يلعبون القيم والدائرة اللي حولها نحب نحنا نلعب القيم فيفا وغيرة وقبل على أيام كاونتر سترايك لو تذكر هاي الألعاب بس من هو فكر فينا أن نحنا يطلع فلوس من القيمينج للأسف قلة قليلة من الدول العربية من العرب اللي يفكروا في هالموضوع بس برع في الأجانب هاي لعبة فورتنايت وغيره ترى يسون ملايين صح هاك اليوم أنا أولدي يرويني رويني واحد اللي هو هذا بطل فورتنايت ولد يمكن عمره 14 أو 14 سنة أمسوي كم حين مصل أعتقد آخر جائزة يقول لي بابا ظن يحصل مليون دولار جائزة مليون دولار وهو يلعب قيم فأعتقد هالأشياء اللي هون يشوفون الأعيان حين يتنمى هالفكر عندهم بس نحنا ما نبعهم بس يشوفون قصص نجاحي نبع نحنا ندعمهم إذا اليوم ما أدري إذا في مركز سحاب عندكم شغالين على الأطفال نوفر للأطفال نعم خبرنا عنها سيب شو اللي توفرنا للأطفال نحنا اليوم نوفر للأطفال الإدارة المالية نعلم عريات الأعمال نعلم على الاستثمار نعلم على كل المهارات اللي يحتاجون عشان ينجحون في حياتهم في سن معين في عندنا نحنا من سن خلنا نقول تسع عشر حداش لين تقريبا سبات عشر ممتاز أيضا نعلم على مهارات الحياة خدمة العملاء سيلز كيف تصبح مؤثرا والدورات عندنا نحن نشتغل عليها حاليا يبنوا مدربين ويدين على الأساس أن يدربون الأطفال هالنعم المهارات أنت فعلا تتكلم عن نقطة ويد مهمة وهي البذرة كيف أن اليوم الناس يبون أبناءهم يكونوا حسنا عنهم صحيح فهذا يعتبر من أفضل الاستثمارات أن الواحد يستثمر في أبناءه فعندنا هذه الدورات ومتوفرة وأنا ملاحظونها من زمان يعني بشو اللي علمني اليوم كسيف شو اللي خلاني كسيف أقدر أبيع أقدر أشتغل أقدر أسوي كذا السبب هو الخبرة اللي كسبتها وأنا صغير كنت أبيع بعض الأشاف في المدرسة كنت أبيع سيديات كنت أبيع سيديات بلايستيشن الأخرى في المدرسة هذا النوع من المهارات خلتني خلاص يوم أكبر أقول أبيع أبو أشتغل أبو أسوي فلوس شوف متى ما غيرت فكرك من مرحلة أن الفلوس هي الأهم إلى مرحلة الشغف والعطاء هو الأهم حالث مينة إذا اجتمعوا الفلوس بتيك الأراضيين حالث أنا عندما تنفكر في الفلوس في الفلوس الفلوس ياه 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 خلي يكون عندك شغف في الشي اللي أنت تسوي اليوم خلي يكون عندك حب للعطاء أن هذا الشخص واو بيتغير من حياته حياته أفضل أنت بتفيده هني بتشوف أنه خلاص أنت تبات تسوي أكثر أنت تبات تزيد وتطلع لك أمور أصلا زيادة يعني لو ننظر للشركات اللي عنده ومشاريع اللي عندنا عندي شركة في العقارات عندي شركة في التوصيل ، عندي شركة في التعليمِ عندي شركة في الاستشارات عندي شركة في، خلي نقل قاراج عشتغل في المطاعم، عشتغل at-fil 두 번째 مجالات ولكن مشكلهم أنا مختص فيهم أنا مختص في شيء وايد أكثر أنا مختص في الإدارة أن اليوم أدب الأدير لان الإدارة عبارة عن شو passed عبارة عن مرحلة مراحل تمر فيها عشان تقدر توصل خلنا نقول المشروع اللي انتتباه ولكن بدون ما يكون عندك شغف بدون ما يكون عندك عطاء مشاريعك ما توقعنا بتوصل للمكان اللي انتتباه المشروع اللي انت تتكلم عنه اللي هو كان كوفي شوب من منسل كانوا بحب وشغف انتقل إلى جميرة حب وشغف انتقل إلى أخوانيج حب وشغف انتقل إلى البرشة فبالتالي أنا حفظت هذه الأمور لأنني أنا مرت صوبة دائما أحب أمر على هذه الأماكن ليش عشان أتعلم وأشوف الضغطة شيئا سيسوون حين حاليا أنا أقول أن أي إنسان يقدر خلال سنة واحدة حياتك كامل تتغير متى ما غير المانسة متى ما غير عقليته قال لنا أنا اليوم أصبح إنسان أفضل أول شي يقفز من البيئة السيئة اللي كان فيها إلى بيئة أفضل لأن انت تعال في البيئة اللي هي تأثر عليك بيئة الكلام اللي تسمعه يوميا بيئة الناس اللي تكلمهم يوميا بيئة الأشياء أو الهابتس اللي أنت تسويه يوميا متى ما أنت غيرتها متى ما حياتك ستوت أفضل و أبشرك كل الناس اللي رحلوا عن قبل برجعون متى ما أنت كنت إنسان ناجح يعني والبيئة بعد هذه نقطة ضرورية جدا البيئة اليوم أصبح في وقتنا هذا البيئة هي مو بس أهلك أخوانك أمك أبوك زوجتك زوجتك اليوم السوشيال ميديا والناس اللي أنت سوي لهم فولو و تتابعهم كل يوم ترى هذي ليستوون جزءا من بيئة نيام أخوان عليك أنا كل فترة شو أسوي تعلمت الشيء هذا من شخص يزاه الله خير شوف من هو الفول أنت أنت يفولو منهم من هو اللي أنت مسولهم فولو بعرف شخصيتك شو هي و يؤثرون عليك هذي لي صح بصورة أو بأخرى هذي لي ترى سوى مثل ربعك 100% سوى مثل ربعك وإن كنت أنت ما تعرفهم شخصيا لكن أنت تتابعهم ترى ممكن أن تتعرف تفاصيل حياتهم و تشوفهم هم اللي يسوونه و تتأثر باللي هم يسوونه أكثر عن ربعك اللي هم ربعك ربعك فهذي لي ضروري بعد نحن نركز على هاي الدائرة في محيطنا عشان عيش حياء أفضل عيش حياء أفضل و جانب الشغف أعتقد هذا مهم جدا فيما يتعلق بالعيال سبحان الله مادي إذا ذكرت الموضوع هذا قبل ولا لا في تجربتي أنا مع عيالي نعم يا أخي أنا لاحظت العيال يطلبون ترى يطلب بابا أبا هذا بابا أشتر لي هذا أبا هذا بدل لي هذا أبا شيء لفلاني لأنه مبلن يبالك الخسر هو لأنه أصلا مفاهم البروست صح هو يتحسى بابا عنده جهاز فيوم مثلا بابا يطبع فلوس ويقول له ما يبا يشتر لي هالشيء هذا معناته أنه هو ما يبا صح أبويه ما يحبني صح مفاهم البروست متى تغير هالبروست يوم أنا ابتديت أسلمهم الفلوس تعال أنت خذ هذه عشرين لك أنت خذ هاي عشرين لك نزيل يوم ياه يبا يشتري الشيء الفلاني يبسك الفلوس يقول له هات فلوسك أول مرة هو ما يستوعب أول كم من مرة هي أوكي ويستعنس ويطلع بوكا وهذا شو يبا يشتري مثلا اللعبة الفلانية فيطلع أوكي كم خمسين فهو يحسب عشرين با أقول هي ما عندك عندك بتشتري فلوسك صح أوكي تعرف شو أنا بساعدك الحين بس لازم بعدين تعطيني أوكي بنك بنك الباينسة يتغير الفكر يتغير فمرة ومرتين الحين قاموا شو يسوون يشوفون السعر يشوفون السعر ليش ما بخسارة فيهم عيالك نحن عيالنا يعني ما يغلع عليهم ما نقصر فيهم بقدر المستطاع ساعات العطاء الزايد بعد هذا يولد دلع ويولد شخص اتكالي ما يعرف قيمة الفلوس بس ابتدى يسوي عندهم وحي من بديت أسلمهم الفلوس بعدين كبروا شوية أقول له أنت مثلا في الشهر ترى عندك أمية اتصرف هالأمية تبقى تشتري فورتنايت تبقى تشتري ألعاب تبقى تشتري أمور ثانية طبعا اللعب ولا مثلا يصيروا مكان يأكلون هذا ما دخل في هالموضوع بس الأشياء اللي هم يبون يشترونها تبقى تشتري أمبايل اي أبقى تشتري أمبايل لديد وزين يمع يمع بوكس يبتدي يمع يمع تحيط نحن قبل كان نشتري من سوق اليمع هاي الحصارة الفخارة تم تحط خرد هاي داخل بعدين يوم تكسر الحصارة ويظهر لك مبلغ تصير تشتري فيه هالشي هذا اللي بتاخده من عقب الحصارة جيمت غير عن أي شيء ثاني ممكن تحصلها فأنا أعتقد مثل هاي الأمور اللي نسويها نحن عساب اليه اللي يفهم يا أخي شو يعني فلوس هاي بابا ترى ماب عنده صندوق وبرنتر سحري يطلع الفلوس لا الفلوس هاي يبقى لها شغل يبقى لها تعب شوف أنا لأشوف أنت علمتهم على الحرص نحن اليوم ما نعلم ما نعلم زائد كيف تقدر تزيد من فلوسك فنعلمهم على التجارة نعلمهم على الاستثمار فكلما أنت وسعت من عاقل هذا الشخص الطفل ترى الأطفال أتكى عنه الأطفال يبدعون أكثر إذا نحن علمناهم على التوسع في الفكر سوف نقوم بعمل الكثير من فلوسك لقد تصدقوا مجموعة لكن إذا نحن علمناهم فقط على الإدارة المالية أنت تعلموا بهذه الطريقة أن تخليه حريص ولكن إذا علمتوا على هذه الطريقة ترى حريص مدى الحياة نصيحتي هي سوي لنا وهو اشتري أشياء من أماكن سيديات أو ما أعطر العيال وقلهم يا عيالي سيروا بيعوا هذا الشيء للدكان بيعوا هذا الشيء لأي أحد وصير للدكان وعطوا فلوس أقول لهم بيعونك عيالي أعطهم أمية بدلا لخمسين أولهم بيعون 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 فهم نزلوا سيروا ها تبقى تشتري يقولوا ها الهندي يقولوا ها الهندي أشتروا منهم أثنين وعطاهم أمية هل تعلموا ما لديك تصدق تجر 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 أمتاز الآن ماذا يفعله أنا قلت له يدخل في موضوع تي شيرت بزنس نحن نحن سمت فاشن ومسوينا تي شيرتات وهذا في مكان نحن نأخذينه وهو يوقف ينمي مهارات السيلس جيد مكان مكان بادل جملة البادل صارت بادل فنحن نأخذين زاوية في المحل هذا هو يبدأ يمارس فأنا أقول له حسنا لديك أي شيء بدبيعه أنت هنا هذا لك ممتاز هذا لك فأبدأ أول مرة يوقفه ويحاول بعدين يبدأ يسألني صح ما هو المتيريال ما هو هذا هذا كوتن هذا كوتن ممتاز هذا ما هو الدزاين فأبدأ يسألني خلاص مهارات السيلس أبدأ ينميها نعم ففعلا أنا أرى يا أخي سبحان الله موضوع الأعيان تنمية المهارات نحن نركز على موضوع الدرجة يا أخي مهم أن الياهل أو الطفل يكون مجتهد ويحصل شهادة وهذا بس في جانب المهارات هذه ترى من ضمن مسؤولياتنا اليوم ويد من الأمور التي تسهم والتي أسهمت في نجاحنا نحن بعد فضل الله سبحانه المهارات المهارات الآن أنت اليوم تبيعته سيديات في المدرسة أنت الفلوس التي طلعتها من بيع سيديات طارت صح فقط الـ وشرحك للشياء هذا السيدي فنان لا يجب عليك سكراتشات ماذا أنا تخيل لا أعرف لماذا تخيل تبيع سيديات ترى وتشرح له وتقول له هذا لا يجب علي سكراتش وهذا نظيف وهذا كذا وبعطيك سعر ممتاز هذا يتم يقمد الحياة المبلغ الذي كتسبتها روح صح 100% روح لكن هذه المهارات سبحان الله أتم معك للأبد نعم صح أتفق معك وكلام سليم فعلاً نحن اليوم نحتاج أن نمي هذه المهارات سنقول من الطفل وهو عمره عشر سنوات أو تسع سنوات وأتمنى أن يكون موجود في المدارس تعرف أن هذا أكثر حلمانات محلة حالياً أن يضعون هذه النوع من المهارات في الأطفال ولكن نرى بالنسبة للموضوع الشهادات أنه يحصل جيد هذا يوضح أنه ليس جيد جيد لكن يوضح أن هذا الإنسان مثلاً ملتزم شاطر يفهم يستوعب يفهمني بالضبط كيف سلوكه ولكن إضافة على هذا الكلام سنكون عنده مهارات يعني اليوم ليس أنني أنا تراني الدكتوراحي في مجال في رياة الأعمال حالياً أبحث خلصت الماجستير خلصت البكيليوس ودراست وسترت أمريكا ورجعت وكملتني ثم رأيت في جامعات ولكن كل هذه الجامعات فادتني هناك الكثير من يقول لك ماذا يعني الشهادة ماذا يعني كذا من أهم الأمور التي تحصل عليها الشهادة ليس لا بالعكس الشهادة تحصل لك فيها مثلاً نقول على وظيفة أفضل في حال أن أضطحت ثم تكون لديك خبرة في بعض الأمور ثم تفهمني بأن أنت إنسان لديك قوة من الصبر لأن في الجامعة أنت تحتاج قدرة على الصبر تتحمل تفهم تستوعب تنتظر إلى آخر فهذه كلها مؤشرات تتخلي الإنسان يشتغل صحيح والله سيف ذكرت أنت نقطة مهمة نشوف للأسف ربعنا رواد الأعمال كثير منهم يروج حك فكرة هذه أن الدراسة مبكل شيء عالمياً عالمياً يحاول يضرب الجانب الأكاديمي من حياة الإنسان ويقول لا واتجه إلى رياضة الأعمال حتى هذا الكلام هذا النقاش يدور بيني وبين عيالي هذا العيال طبعاً هذا يعني صعب يجعله يحب المدرسة يقول أنا سار المدرسة مستهنس وهو لا يستوعب هذه الجزيرة نعم فهو يحاول مهما يقولون يعني يتحدى الفكرة هذه يبدأ يجادلك يناقش هناك الكثير من بل جيتس لم يتحدث المدرسة بل جيتس خلص دراسته يعطيني أمثل للناس ناجحين اللي هم ما أكملوا دراستهم أنا دائماً شو أقول أقول الدراسة تتفضل بقلت نقطة مهمة أضيف عليها الدراسة تعطيك طريقة تفكير تبني مثل مثل في مخك مثل مثل أساس اللي أنت ممكن تبني عليه باشرة تكون موظف تكون تاجر تكون مخترع تكون فنان بس طريقة التفكير الوصول للمعلومة اليوم أنا ممكن أي طفل ممكن يجاوبك على أي سؤال أي سؤال بيكتب في جوجل بيجاوب على أي سؤال صحيح شات جي بي تي بعد اليوم حينه أشد وأشد اللي تقدر أنت تطلع من شات جي بي تي نعم بس أنت اليوم تحتاج عشان تتميز اليوم كل حد عنده جواب أي سؤال أنت عشان تتميز اليوم تبقى يكون عندك تكون عندك الآلية الوصول للمعلومة طريقة التحليل هاي الأمور ما تكتسبها وانت يالس نعم تحتاج تراث البحث شاد سواء في الدكتوراه أو في الماجستير هالبحوث اللي تسويها المناقشة أنا أقول البرزنتيشن العرض هذه من أهم المهارات اللي أنت تحتاجها في حياتك خاصة الحين ترى الحين المعلومات كلها جاهزة بس من هو اللي يقدر 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 المعلومة بطريقة مشوقة نعم الناس هذا اللي هو يكون فعلا متميز نعم أتفقد الله يحفظك كسيف يحظو و وايدا رمسنا في أمور متنوعة نعم نعم أيها النبي اليوم كيف نحن تنظر والسيف و البرامج التي تقدمها سيف يريت لو تخبرنا للأسف، و وايدا أصبح من الصعب أن أن أرد على كل في الإستغرام بحكم أن ما أردت أن في الشعر الذي لديه الشغل حتى الاستشارات وقفتها يعني في السنة يمكن أن أفتحها بس شهر شهرين ولكن أحاول بأكثر ما يمكن أنني أنا أشار معرفة على الإستجرام أحط فيديوهات كثيرة أنا أتمنى أن الواحد يتابع بس يقرأ شوف الأشياء اللي أحطها شوف الستوري شوف الفيديوهات الصور الكلام حاول تقرأ لأنني أحاول أنقل أكثر ما يمكن كل ما أفضل أحاول أني أنقل الخبرة اللي عندي هذا تستفيد منها بشكل كبير في حسابك في الإنستجرام في حسابي في الإنستجرام بالنسبة للتواصل يعني تتواصل معنا تواصل مع المكتب عندي مكتب خاص يمكن أن يتواصلون معي هناك إذا يريدون شيء يمكن أن نسلون إيميل على info at safe-nqb.com في عندي info at safe-nqb.com تقدر ترسل إيميل هناك نحطه في الدستور يمكن أن يسلون السؤال كيف أختار تخصصه في الجامعة كيف أقدر أخرى من الديون كيف وكيف وكيف ترسل الديون بعد عالم ثاني أنا أتمنى أن يكون لنا مرة خلنا نقول الجلسة كاملة نتكلم فيها عن الديون كيف الواحد يحل الديون شو المشكلات شو المعرقلات شو تستطيع تسكر شو أنواع الديون وإن هناك وعد أنواع فأنا يمكن أن يصولهم من ناحية ومركز سحاب مركز سحاب بعد قدم دورات تدريبية مركز سحاب في دورات تدريبية كثيرة لديك أيضا رين نقدم استشارات نقدر نشوف أنا تسويتها هذه الشركات صند خدمة الناس شو هي لدي شركة التوصيل أرنب للتوصيل أرنب اليوم نوصل لك أقل سعر في السوق وأفضل جودة لأنني عندك مشروع تجاري فبتلا أني أوصل لك هذا واحد اثنين لدي شركة رين للاستشارات رين أنا أعطيك اليوم استشارة طبعا ليس أنا عندي خبراء وموظفين ومختصفين استشارة في كيف تقدر تفتح لك مجال إلكتروني كيف تقدر تفتح لك مشروع تجاري كيف تقدر تطلع من الديون كيف تقدر تحط لك خطة مالية مثلا وواضحة كيف تقدر تستثمر هذا كلها فرين عندي مثلا قراج يصلح سيارات الناس الآخر الآن بعد حظانة في أبوظبي أيضا عندي شركة عقارات اللي باي استثمر مثلا في عقار نحنا ندير للعقار وننجر عن طريق الاربين بي نعطي عائد ويد ممتاز فبالتالي هذه كلها خدمية للناس هذه كلها خدمية للناس أيحد مثلا يطور من فلوسه من فكرة من حياته يمر على مشاريع لنسويته وهذا هو هدفي الحين حاليا أنا أبا أطور من عقول الناس وأكس الخبر لما يتفيه في حياتي تكيل عافية سيف عافية وقصر شكور ويد اكتسبنا من علم ومعرفة اليوم وإن شاء الله بتكون لنا في لقاعات ثانية بنناقش أمور مختلفة وبنكتسبك من العلم حاضر مشكور مشكور حتى آه حاضر